طبعا انت لو من الناس اللي بيحبوا انه الجهاز بتاعهم يكون الصوت بتاعه عالي وفوقه تأثيرات الفيديو ده حقك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحب بكم وان شاء الله منورين وطولنا منكم حبة اللي طبعا جيدة بوحدتين من وحدات المجلس منجر اللي هي بتزيد من صوت الهاتف او بترفع من صوت الهاتف طبعا قبل كده كنا نزلنا وحدات لتلفونات معينة وفي ناس قالوا دائرين حاجات معينة كويس وما نزلناها لهم او بالاحرى ما لقينا الحاجة لهم دائريننا اللي اللي جبتلك وحدتين بتشتغل في كل الهواتف تمام ركز معي اول حاجة الوحدة الاولى بتشتغل في معالج سناك دراجون واكسونوس المعالجين ديال الوحدة التانية بتشتغل في معالجات ميدياتيك يعني عرفت الوحدتين اللي امنوا وحدة لسناك دراجون واكسونوس والوحدة التانية لميدياتيك لحد هنا احنا ماشيين كويس عرفنا الوحدتين اللي امنوا كمعم كويس طبعا تثبيت الوحدتين حابة كلامهم كتير بعد ما ثبت الوحدتين الصوت بتاع الجهاز حيقوم يتعلى معك لكن حيقوم يتعلق بدون تأثيرات انت حاب بتعمل تأثيرات بتاع الصوت في وحدة التانية ممكن تنزلها يعني الوحدة دي اختيارية الوحدة التالتة دي اختيارية لانك حاب بتعمل تأثيرات للصوت حاب بتعمل حاجة معينة دي اختيارية نشوف الوحدتين كويس اول والوحدة انا نزلتها بتاعة اكسونس اللي هي في جهازي هاسي حاليا نشوف الاسم نلاحظت 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 مكتب موديل غلوبال يعني حاجة عامة نشوف هنا في التثبيت عندك نعرف خيارات الخيارات نخش نشوف هل يحصل شنو نطبيقه طوالي عشان طبعا الناس قبل كده قال في موضع التطبيق ده نشوف الوحدة عشان يكون التطبيق عملي طوالي طبعا احنا هنتنقل و هنختار بزر خفض الصوت و رفع الصوت يعني الشغلان نكون الحكم بخفض و رفع الصوت طبعا نمش نشوف الوحدة هنديه لها طبعا هنا اتنين اتنين ده النسخة التانية ضغطنا عليها نعمل فتح نركز معي طوالي بيديك ده نسبت الوحدة قام يقول لك هنا يختار طبعا يس بيمفتح الصوت الاعلى و نو بيمفتح الصوت الاقل نضغط على الفق مسافة طبعا مسبتها معي ركز معي حاجة هداني التانية برضو لاحظ معي هنا بالجنبه هنا والجنبه هنا مكتوب لك اتنين تزعة هنا فوق واحد تزعة يعني هم تزعة خيارات تمام؟ هتعملهم كلهم نعم الا الخيار التزعة تزعة اخر واحد يعني نختار الخيار التاني بيزر رفع الصوت برضو هيثبت معي جايب بديك تثبيت بعد ما يخلص حينتغل الخيار تلاتة تزعة كاللاحظت اللي هنا تمام؟ هديك yes or no طبعا هتختار yes بيزر رفع الصوت و no بيخفض الصوت نختار برضو yes نضغط مسافة طبعا لحد ما نختارهم التزعة التمانية yes والتازع no تركز معي كتوف ديني من الاربعة ثبتناه قال لي white please كاي سبت فيها انتقلنا للخامس برضو ربع الصوت برضو بسبت في الوحدة تمام؟ السادس برضو ربع الصوت مسافة دعاني قلنا هنختار تمني خيارات نعم والخيار التازع لا او no تذكير تاني عشان الناس ما اطلق بي بيس نحن في الخطوة السادة بسبت فيها الخطوة السابعة جات yes or no طبعا نضغط على زر رفع الصوت تمام؟ سبت معي سبت معي الداني التامنة اللي هي التامنة دي اخر واحدة في ال yes نضغطنا مسافة كويس فضلين اخر واحد تزع تزع كالله حصل دي حنعمل على هزير خفض الصوت مسافة اللي هو no بعد كده يا سيدي انت كملت تثبيت الوحدة حيديك بعض شوية يعاني التشغيل كده دي الوحدة بتاعة رفع الصوت سبتناه تمام لو حاب تنزل وحدة تانية طبعا هتعمل على التشغيل يعني الوحدة بتاعة المؤسرات طبعا لو ادت عندك اه اتوم دول بي اتوم بيعدنوا هاي خلاص لو ما عندك طبعا ممكن تنزل لين الوحدة دي سيما وين ال جامس دي اس بي مجل مانجر دي الوحدة دي تعمل لها اما تنزيل وبعد كي سبتها ادويا او تثبيت بتنزل وتثبت مباشرة دي بعد ما تنزل يا سيدة دي عبارة عن تطبيق كويس تطبيق عامي زي Adobe Atom كويس أو Adobe Atmos فوقه اللي هو المؤسرات بتاعة الصوت الداخلية طبعا دي اختيارية أنا طبعا ما داري نزلها لان نوصا عندي اللي هو التطبيق بتاع Adobe أو هنالي Adobe Atom في جهازي قاعد تمام بعد كده نعمل إعادة بتاع تشغيل وطوال شنو نسبت الجهاز نمشي بعد كده للوحدتين الوحدة الظاهرة عندي طبعا حقودتاليك الرابط بتاع اسفل الفيديو كويس اللي هو مكتب لك هنا اكسونوس دي اللي يمنوق لنا الوحدة اللي حقودتاليك طبعا في الروابط الاولى الوحدة الاولى حتكون لسناك دراجون واكسونوس الوحدة التانية برضو حنشوفه هنا في الروابط اللي هو مكتب عليها اللي هي ميدياتيك تمام دي المعادلة شنو ميدياتيك حقودتاليك طبعا الروابطين كويس في اسفل الفيديو كويس وطبعا الوحدة التالتة انت اصلا حتلقاها في شنو حتلقاها في اللي هو في المتجر هنا قاعدة تمام اللي هي موجودة عندي هنا جامس دي اس بي منيجر تعمل لها تثبيت وطوال شنو تعمل لك المؤسرات لو انت حبي تعمل المؤسرات ما حبي تعمل المؤسرات ما تنزل الوحدة دي ان شاء الله لحد دي هنا يكون الكلام بتاعي الفكرة بتاعتي وصلت طبعا حبا نعتزل الليلة لانه صوت حبة تعبان كويس فالليلة طبعا الوحدة دي ان شاء الله ان شاء الله تنالي عجابكم وفي حاجة دي اقول عليكم الوحدة دي بتشتغل في الاندرويد مع عدد اتناشر يعني انت لو اتناشر الوحدة دي بتشتغل معك الوحدة دي لا تدعم اندرويد اتناشر لحد حد عشر بيشتغل معك تمام من غير اياواجة لكن اتناشر الوحدة دي ما حقتك ممكن نشوف لك بديل تاني لحاجة معينة تستخدم القدام ولا حاجة لكن دي بتشتغل لحد حد عشر كده انا جماعة خلصت كلامي لو فضل طبعا عنده اي حاجة ممكن اكتب لي في التعليقات طبعا طولنا مال دينا عن التعليقات لكن المهم يعني كنت نعرف الحاصل شنو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته